السلام عليكم اليوم عندنا إعادة بناء برشلونة لكن من أكاديمية اللماسية فقط فراح نشوف برشلونة كيف راح تكون بعد خمسة أو عشر سنوات راح نصعد لاعبين من الأكاديمية وانبيع اللاعبين الموجودين ونشوف الميزانية كم راح تكون بنهاية الحلقة ما سهمش يا شباب اللايكات والاشتراكات إذا أنت جديد عن قناة يا صديقي أتمنى تشترك بالقناة ومشاهدة ممتعة أول شيء مدربنا راح يبقى تشافي الصعوبة مطلقة كالعادة الرأية تكتيكية راح نعتمد على التكي تاكا للأسف ذو المدربين التكي تاكا المتوفرين بس عندنا مدرب حراسة مرمى أربع نجوم راح نخلي بحراسة المرمى ضعيف شباب المدرب فقط أربع نجوم باقي المدربين راح ننتظر خمس نجوم أول ما نشوف الميزانية عندنا مئة وثمانين مليون لامين يامال موجود بالتشكيلة وعدنا عمره ستطاعة سنة وهذا اللاعب موجود عندنا بطاقة ستة وسبعين فيرمين لوبيز بعد موجود عندنا بالتشكيلة بطاقة خمسة وسبعين عمره عشرين سنة ما توقع راح يتطور بشكل رهيب لكن أتمنى يوصل للطاقات أعلى من خمسة وثمانين قابي موجود وبيدري موجود أكيد إضافة إلى أراء وخياء الشباب وممكن حتى أخوه لطاقته سبعين راح نشوف كم راح توصل طاقته ممكن يبقى ممكن يطلع باقي اللاعبين ممكن الأغلبية راح نبيعهم لكن بمرور المواسم مو مباشرة مجرد إحنا ما راح نتعاقد مع لاعبي راح نعتمد فقط على الأكاديمية هذه الأكاديمية المتوفرة حاليا وأتوقع راح نطرد أغلبهم عندنا مستكشف للشباب والمستكشف الإسباني راح يبقى في إسبانيا لأنها هي أكاديمية إسبانيا شباب فرح نعطيه تسع شهور خلب إسبانيا هذا المستكشف حاليا ما عندنا مستكشف ثاني فرح ننتظر شباب صح البناء عن طريق الأكاديمية فقط لكن أنا أريد أخلي شوية واقعية يعني ما راح نبيع اللاعبين مباشرة نصف الفريق حبة حبة راح نبيع باللاعبين ونقدر بكبسة زر نجيب تقرير للمراقبة طبعا 15 لاعب راح ناخذ الأفضل لكن راح نكون حذرين جدا بتسعيد اللاعبين يا شباب لأن نريد لاعبين للمستقبل فلازم اللاعب يكون جدا ممتاز بعضكم يقلني يا مصطفى قبل لا تسعيد اللاعب روح شوف قيمته وإذا من قيمته راح تعرفه جيد لو لا فمع ناتا هذا 200 ألف لا مو جيد تقولون 500 ألف يلا اللاعب جيد يلا يصعد الفريق الأول هذا 400 ألف تحت 500 ألف ما راح أصعد يا شباب يجي عرض انتقال لأروخ 116 مليون طبعا أروخ من اللاعبين الأكاديمية فرفض مستحيلة بيعا أروخ جددت وياه داعس سنة مثل ما نشوفون نهاية عقدة وبيدري وقافي نفس الشي وبعد عدنا فيرميل لوبيز ولا مين يا مال كل ذول اللاعبين اهدعس سنة حرفيا يلا ينتهي عقودهم مر شهر وجه ثاني تقرير للأكاديمية يا شباب شوفوا هذا عدنا قيمة أكثر من 500 ألف تقولون ركز عليه يا مصطفى تعال صعد للفريق الأول حاليا عدنا أربع لاعبين بالأكاديمية والأغلبية عمارهم ومستعز السنة يعني ما يصعدون هذا الموسم للفريق الأول إلا هذا يا شباب ممكن يصعد توفر عدنا مدرب خط وسط لكنه خبير بالضغط المعاكس شوف صار عدنا خمس نجوم خط الوسط تكي تاكا للأسف مستجد يعتبر يا شباب مرور الزمن راح يكون أسطوري فاحنا همشي نجيب مدربين خمس نجوم الله مدرب دفاع بعد والله ممتاز يعطينا بتكي تاكا مستجد بعد لكن راح نخلى أكيد بخط الدفاع صار عندنا خمس نجوم راح يطورون ويانا ويطورون الأكاديمية إن شاء الله فقط نحتاج مدرب للهجوم إن شاء الله بعد شوف راح أبدي أطرد اللاعبين اللي طاقاتهم قليلة حتى لما صعد اللاعبين راح نعرفهم منه من الأكاديمية فأي لعب طاقة 50-60 يا شباب راح نسوي له إعفاء مباشرة بخط الوسط عندنا قافي بيدري وديونغ وأيضا عندنا يا شباب فرميل لوبيز مع قوندو قان فأتوقع قوندو قان حتى بقامة الانتقالات طبعا لحدها ما جاءنا مستكشف يا شباب الحكم والخبرة خمسة بخمسة جاءنا لاعبين بعد وهي تشكيلتنا الأكاديمية يا شباب لحد الآن يعتبر لاعبين لا بأس بيهم لكن الصراحة ودي أنا بلاعبين أفضل وأفضل خاصة طاقات الستينات ودي تبدي تدخل حتى نمجي نصعد للفريق الأول تعالوا خلي نشوف تشكيلتنا بهذا الشكل يا مال أكيد أساسي عندنا بعد قافي لازم يكون أساسي لأننا نعتمدين على الأكاديمية بالبناء بس نجيب حارس مرمى بينا راح نبيعه أكيد ماركوس ألونسو والله إعفاء روح الله وياه قوندو قام بعد إعفاء روح ودي رافيني يا شباب أطرده من الفريق حتى لا مين يا مال هو راح يكون عندنا بالـ RW واحدة حتى يتطور اللاعب فإعفاء اللاعب رافيني نصعد هسا اللاعب من الأكاديمية RW والله هذا يظهر مجنون يا شباب 675 ألف قيمة عمره 16 سنة شوف الطاقة من الـ 56 أربعة وسبعين المتوقع ممكن يكون 94 أعلى قيمة لقيتها الحد الآن 675 ألف دولار تعال نتعاقته إياه لا والله لقيت قيمة مجنونة مليون ومية يا شباب رسميا من الأكاديمية هذه القيمة الصراحة ما جاءت لي الحد الآن أو خافير يا شباب خافير بالأصاح هرناندز 17 سنة اللاعب هذا راح أصعدها للفريق الأول تعال هذا بعد رهيب قيمته 700 ألف لا 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 مليونين وثمانمية مليونين وثمانمية تخيلوا عمره 17 سنة صارت عندنا كمية رهيبة من اللاعبين الأكاديمية وساندوفال هذا اللي قيمته جدا جدا عالية ممكن يلعب بالـ CDM ممكن بخط الوسط بأي مركز تريد لكن يا شباب طاقة حانيا 67 تعال نسوي لخطة التطوير خلى على الـ CM ها تغطية كامل المنعب وممكن اللاعب يكون جدا ممتاز بالمستقبل تعال أصعد للفريق الأول خافير هرناندز بعد طاقة 62 وممكن يكون جدا جدا ممتاز وتعال بعد أصعد للفريق الأول باقي اللاعبين بالأكاديمية رح يسوي لهم خطة التطوير إذا عجبنا لاعب رح نصعده للفريق الأول والله محتاج للـ CDM حتى أطرد فرانكي ديونغ لكن حاليا خلنا على هذه التشكيلة والـ ST يا شباب مهاجم ضروري جدا بإضافة إلى الجناح اليسار ننتظر ونشوف شوفوا بالنسبة للـ RB عدنا كذا لاعب بالـ RB يا شباب خافير هرناندز سيرجي روبرتو ممكن رح نسوي له إعفاء روح وصلنا النصف الموسم رح نشوف شنو صار بالخطة وباللاعبين أول شيء متحمس نشوف طاقة لامين ووصلت 79 ممتاز جدا رح نشوف خطة التطوير على السريع لدول اللاعبين يا شباب بإذن الله فرميل لوبايز بقى 75 وما توقع أنه شارك كثير بيدري تطور قافي تطور وبالدي موصل 82 ممتاز الـ RB وخو 88 والله هذا ما تطور الظهير اليمين يا شباب إحنا لازم نخلى يشارك يعني وهذا بعد ما تطور لكن إش رايكم نشوف ترتيبنا بالمركز الثالث 34 نقطة والله ريال مدريد طاير بالصدار أما بالدوري فمصدرين المجموعة رسميا ومباراةنا بدور 16 رح تكون ضد يسي ميلان طبعا إحنا ننتقل إلى حد نهاية الموسم لكن قبل ما ننتقل إلى نهاية الموسم أكيد لازم نشوف خطط تدريب والمدربين وهذه الأمور كلهم أول شي يا شباب صاروا عدنا فضي دول المدربين اللي كانوا برونزي وخمس نجوم فالشي ممتاز بالتكي تاكا أوكي إجا مدرب عدنا بخط الدفاع بعد هنا خمس نجوم وهو رح يطور حاله تعالوا خلي نشوف لاعبين الأكاديمية لا والله اللاعبين مفروض يعني نجيب لاعبين وفي آخر نسوي إعفاء لللاعبين التعبانين اللي توقع ما لهم رح يصير ناصي مثل هذول يا شباب والله ما أصف عدنا غير لاعبين للأسف لازم أتدخل أنا عشان ألقى خمس نجوم بخمس نجوم لفريق عمل الشباب ومثل ما شفون توفروا عدنا فريق عمل للشباب وأتوقع رح أوقع مع واحد برتغالي رح أوقع مع واحد إيطالي أو نمساوي يا شباب والله النمساوي ها أول مستكشف الردود دي هذا البرتغالي للبرازيل مباشرة تسع شهور منطقة مواهب والمستكشف الثاني مية بالمية يا شباب المنطقة الثانية للمواهب وهي فرنسا تعالوا خلي نشوف شنو جابونا المستكشفين أوكي هذا اللاعب قيمته مليون إسباني تعال صراحة ما رح أصعد ألا قيمة مليون أوف مليون وستمية ممتاز جدا يلا تعال مليون واربعمائة وأول لاعب برازيلي يدخل لأكاديمي مليون وخمسمائة وأول لاعب فرنسي أوكي كاسترو هذا حارس مرمى والله ممكن نصعده يكون هو الاحتياطي عندنا هو أعلى طاقة من اللي جبناهم مع روبيرتو ريفاز حاليا يا شباب بعد طاقة عالية لكن 64 خلنا ننتظر شوي أما هذا فرح نصعده للفريق الأول حارس المرمى فبين حارس المرمى إعفاء مباشرة رح يكون عندنا هذا الحارس هو الاحتياط حلو لاعب إسباني مليونين واربعمائة هاي القيم العالية يا شباب جاي خليكم تشوفوها أنا جاي صعد لاعبين بس القيمة جدا عالية بهذا الشكل خليكم تشوفوها خاصوا عمره 15 سنة إسباني تعال هذا مليونين واربعمائة بعد قيمة جدا عالية 16 سنة رح نستدعي المستكشفين وبنهاية الموسم نبعثهم إلى دول جديدة خلاص الأكاديمية امتلت عندنا يا شباب وذولي تقريبا أعلى المتوقع هذا عندنا وطاقتها حاليا 64 وعدنا هذا 15 سنة بعد ممتاز وأعلى طاقة بعد هذا يا شباب 65 ريفيرا 15 سنة بطاقات هذه خلاص الموسم يا شباب والله يستر خليشوف الترتيب وبرشلونة بالمركز الثاني المهم رح نقعب دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاي هذا أهم شيء أول شيء بالبداية يا شباب ريال مدريد أخذت دوري لكن هذه مجرد البداية أوه فازت برشلونة ببطولة السوبر ممتاز ريال مدريد هو فاز بكأس الكوبا داري وعدنا دوري أبطال أوروبا نهائي ما ندخل بالنهائي إحنا فخلني نشوف دور 16 فزنا على أيسي ميلان 3-1 جيد دور ربع النهائي فزنا على اليونايتيد 3-2 طيب دور نصف النهائي للأسف خسارنا ضد لايبزيك 3-2 وصلنا نصف نهائي دوري الأبطال من هذا الموسم الأول هداف الدوري فيني جونيور عندنا ليفاندوسكي عنده 20 هدف هداف الأبطال منه راح يكون غريليش أوكي لامين يامان مسجل 6 هداف دوري أبطال أوروبا تعالوا خلني شوف فريقنا ونشوف التطور اللي صار لامين وصل للطاقة 81 ليفاندوسكي نزل الطاقة لازم نجي بنا قلب هجوم بيدري وقافي ممتازين جدا يلا تعالوا نشوف الأكاديمية ومنه عندنا لاعب قوي نجي هنا للطاقات نرفع الأعلى عندنا ذولي أعلى 2 1-CB 1-LW ممتازين راح يفيدوننا بشكل رهيب تصعيد الفريق الأول وإنت فريرة بعد تصعيد للفريق الأول أما باقي اللاعب أوه عندنا لاعبين والله رايحين يا شباب طالبين يصعدون وإحنا ما مصعدين فزعلانين ورايحين لازم نركز على هذا الموضوع من نوراية تعالوا خلني شوف الفريق الأول اللي عندنا هذا الروخ يا شباب هذا اللي صعدنا رح نحوله إلى ال-LW وعدنا فريرة ال-LW فليكس توقع رح يطلع هذا الموسم إذا طلع ممكن نصعد أي لاعب من ذول نخلى ورح نعتمد على الأكاديمية بشكل أكبر رح يبقى عندنا هريرا هو ال-CP مع هذول الأثنين ونحتاج LP لا تنسون لأن نسلوا رح يطلع رسميا من الفريق يعني RP وLP يا شباب بحاجة احنا الهم بالنسبة للمدربين كلهم تحولوا إلى الخبير يا شباب خلي نشوف هل نستطيع أن نجد مدرب بالهجوم يا رب خمس نجوم ماكو والله خمس نجوم بالهجوم أوكي لقينا بالدفاع وبحراسة المرمى أتوقع الدفاع وحراسة المرمى وحنا عدنا أصلا لكن عدنا المراكز الشاغرة صارت تسعة يا شباب حرفيا نقدر نجيب بعد والله ودي بخط الوسط أجيب ما جيب بالهجوم والله ممكن نجيب لنا واحد لحراسة المرمى هذا خمس نجوم حراسة المرمى خبير بعد بالتكي تاكا يلا تعال هجوم ما عدنا يا شباب ما عدنا مدرب للهجوم لحد الآن تعالوا نرسل المستكشفين رح وخلي واحد يروح لإنجلترا ونص هذا الإنجليزي ممتاز جدا هذا ممكن نصعد للفريق الأول والله الطاقات عالية هنا يا شباب 67 اللاعب هذا ممكن يكون جيد خلي سوي إلى خطة التطوير يلعب CM تغطية كامل الملعب ويلا إلى الفريق الأول سويت خطة التطوير لأغلب اللاعبين يا شباب بس خلي نشوف لعلى طاقة أوكي عدنا هذا OST 68 طاقة والله ممكن يتطور وبرتغالي تعال أصعد للفريق الأول هذا بعد السي بي خلي نصعد للفريق الأول البقية خلهم راح يشوفهم بعدين خلي يتطورون أوكي عدنا ليفاندوسكي والله الليفا يا شباب نريد انطرده الصراحة يعني حتى ألافيس يتطور فليفاندوسكي رسميا إعفاء راح الليفا يا شباب الميزانية عدنا حاليا 550 مليون طبعا ما ندخل بيها يا شباب هذه أرباح خليه خليه تتجمع عدنا بسي دي أم وأطرد روميرو وفرانكي دي يونغ أوكي لقيت هذا بالأكاديمية يا شباب وكان سي أم حولت إلى سي دي أم طاقة 68 تعال تصعيد الفريق الأول تعخلك هنا راح يكون احتياطي لفرانكي دي يونغ اللي راح يلعب فقط هذا الموسم التوقع الموسم اللي بعده فرانكي دي يونغ وما راح يكون موجود شرايكم هيريرا هذا يا شباب انصعده أساسي ومارتينيز مبيعة مارتينيز روح الله وياه يجى مدرب خمس نجوم لمهارات الهجوم يا شباب أو مدرب خط الهجوم شوية شوية راح يصير عدنا أكيد خبير أهم شي كتملت عدنا الخمس نجوم يا شباب نحاول نجي بعض مدربين إلا حصن الموسم الثاني راح يكون يا شباب عدنا مدربين أكثر فرح يطورون اللاعبين إن شاء الله أسرع خطة تطوير مع نهاية فترة انتقالات راح يسوي لكل اللاعبين خطة تطوير جديدة أعتقد أخذوا من عندنا ميزانية الضرائب ولا شوف شنو يا شباب بقتلنا فقط 400 مليون والله شوف طاقات ستينات كثرت بالفريق واعتقد واجد لاعبين طلعوا من عندنا والله محتاج ربي أنا الأكاديمية حاليا بيها ربي واحد وعدنا واحد احتياط وإحنا والله هذا ممكن نصح إذا تدرون شوفوا شباب الـ LW يعدنا ثلاث فاتي وفريرا وبعد توريس فين عند توريس اعفاء روح الله يا قاريدو يا شباب الصراحة اللاعب ما رح يطور اعفاء لا كاسادو بعد ما أتوقع يطور اعفاء أوكي وصلنا نصف الموسم خلينا نشوف الأداء كيف رح يكون بسنة 2025 نحن حانيا ووووو وصدرنا يا شباب والله بحنا خفر سجنين 43 هدف وصدرين مجموعتنا بـ 12 نقطة كان بها أرسنال بورتو وسليبيا براخة يا شباب دور الـ 16 رح يكون ضد أي سميلان بعد مثل الموسم اللي راح حلو هذا المدرب شوي يتطور أتمنى ألقى مدربين للهجوم حلو هذا خمس نجوم حال خلك هنا ولو حاليا مبتدأ يا شباب لكن شويش فيه رح يجينا ويتطور صرنا نسع إلى 14 مدرب بالمراكز يا شباب مثلما شيء من فوق والمراكز الشاغرة عندنا سبعة يعني أي مدرب خمس نجوم رح نجيب خاصة خطة وسط حلو محتاجين بعد واحد تعالوا نشوف الأكاديمية وكيف صارت أوكي عندنا ذول الاثنين ما طورتوا بس المتوقع بعدها جيد عنده الأعلى طاقة عدنا 68 ب68 ممكن أصعدهم من الفريق الأول هذا RM يتحول إلى الـ RW قدمة يمين وإنشاء الله رح يطور بشكل أحسن خاصة بالقدمة الضعيفة عنده خمس نجوم وأنا طبعا أكيد جاي يشوف خطة تطوير كل ثلاث شهور أربعة شهور خلف الكواليس ودي أبعث مستكشفين الشباب هذه المرة لدول جديدة ما رح إلها ولا مرة إسبانيا هالمرة إيطاليا وهذا النمساوي يود نروح لألمانيا تعالوا خليشوف طاقات اللاعبين وإلا فيش هذا المهاجم 74 هذا متألق بشكل رهيب فاتع عندنا هو هنا الأساس يا شباب لمين وصل لـ 84 ممتاز قاب 88 قال دي تطور وهذا الشيء رهيب أربع ملايين وصل ما عدت تصعد لاعبين مليونيا شوف هذا أربع ملايين حرفيا إيطالي هذا اللي قيمته أربع ملايين ربي طاقة سبعين فتعالوا نطرد هذول والله حتى أروا خورا حطرد من الفريق روح الله يا ديست بعد انطرد طاقة 80 والله حلوة طاقتها لكن 24 السنة ما يتطور أعتقد كثير موافق فرح يكون عندنا ذول الأظهرة الأربع أعتقد اللي مشترينا أي لاعب رسمي يا شباب ومثل ما تشوفون بالمركز الأول بالدور الإسباني 87 نقطة سجلنا 85 هدف أقوى خط هجوم 33 هدف دخل المرمانة أقوى خط دفاع كأس السوبر مثل ما تشوفون أوه فايزين بالسوبر على ريال مدرين كأس الكوبة در لا لا للأسف خارجين من دور ربع النهاء ما علينا دور الأبطال يا رب يا رب مسوي شيء بدور الأبطال طبعا خلنشوف من دور 16 يا شباب فايزين على أي سيمينان 51 مجموعة المباراتين دور ربع النهائي لا طالعين من دور ربع النهائي دور النهائي سيئين الصراحة خلنشوف الإحصائيات بهذا الموسم عندنا لامين مسجل 28 هدف قابي مسجل 25 هدف أفضل رسانع ألعاب بيدري 18 هدف اللي نشوف حصائيات دور الأبطال ما موجود عندنا هداف إلا قابي مسجل خمسة هداف حصائياتنا ضعيفة بدول الأبطال أوروبا والله عندنا كم لاعب بالأكاديمية لازم يسعدون للفريق الأول كاسترو هذا واصل لطاقة 69 وبعد عمر مجرس 16 سنة أرجنتيني فتعارس الفريق مدربين خط وسط ما عندنا مشكلة ثلاث مدربين صاروا عندنا الخط الوسط تعالوا خليشوف طاقة اللاعبين اليامال وصل 87 فاتي هذا المهاجم 75 ممتاز باقي اللاعبين الصراحة طاقات بالدي 89 الصراحة الطاقات صارت أسطورية شباب هذا قلب الدفاع كم عمره 18 سنة ممتاز جدا هذا الحارس عندنا طاقة 70 18 سنة وهذا 76 17 سنة تعالى سكون هنا هل هذا يا شباب أخلى يكون أساسي أو ننتظر بعد موسم خلنا ننتظر بعد موسم لما يدخل طاق 80 يلا نخلى أساسي حتى تيريش تيقين يودع الملائب رح أبدي أرسل مستكشفين للدول العربية رح أبدي يا شباب من المغرب صارت عندنا ميزانية 753 مليون بيع اللاعبين مع أرباح الموسم كامل وصلنا لنصف الموسم وتعالوا نشوف طاقات اللاعبين بيدر وقافي وصلوا 93 ب90 فاتي والله يا شباب لحد الآن مكان الأساسي خلى ما عندي مشكلة الترتيب بنصف الموسم احنا بالمركز الثاني متعادلين بالنقاط مع ريال مدريد هجوم جدا تعالوا نشوف الأكاديمية اللي عدنا الأكاديمية تقريبا مليانة يا شباب ما ودي صراحة أطلع أي لاعب من عدهم فهذا ممكن نصعد الفريق الأول هذا بعد صعد الفريق الأول وهذا بعد صعد الفريق الأول رح نكتفي تقريبا بالفريق الأول ملينا لعبين يا شباب فريق عمل لكن مباشرة رح نبعث لهم اللعبة العربية مع المغرب. المغرب جبنا من عندهم لاعبين. ما رح أصعد إلا اللاعب اللي قيمتة أكثر من ثلاثة مليون القيمة اللي هنا فوق يا شباب. هذا ثلاثة مليون ونصف جزائري جيد. تعال. وهذا ثلاثة ملايين واربعمية مصري. تعال. والله من السعودية ما لقيت يا شباب. مرتينجر مستكشف وما لقيت لاعب قيمتة أكثر من مليون أصلا. فللأسف ما رح نجيب لاعبين من السعودية. الله وصلنا النهائي دوري لبطال. الله ضد مانشستر سيتي. يلا 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 يلا. بالموسم الثالث بالاعتماد فقط على الأكاديمية قدرنا نوصل نهائي دوري أبطال أوروبا. واحد وثمانين ألافيز لاعب الأكاديمية وعمره بعد ثمن طعس سنة. لا مين ثنين وتسعين والله المدربين جاي يشتغلون معناتها يا شباب بالكارير رح يشتغل مدربين بشكل رهيب. نين وتسعين عمره ثمن طعس سنة بيس حرفيا. لو بيس خمسة وثمانين ثلاثة وعشرين سنة. الطاقات البقية لا بأس بيها. الصراحة هذا الحارس بعد لا بأس بيها. والله ودي ألعب مباراة مانشستر سيتي. وأتوقع يقدر أجلدهم بهذه التشكيلة القوية. دور الستاعش فايزين على انتر ميلان. ربع النهائي فايزين على ليفر كوزن. ونصف النهائي فايزين على أرسنال. والسيتي فايز على بايرا ميونيك. وهس ها النهائي. ثالث موسم. وصلنا نهائي دوري لبطال تشكيلة من الأكاديمية. رح ننزل بهذه تشكيلتنا هي الاساسية يا حبيبي. والله التشكيلة. يلا مباشرة صافرت البداية. وخلني شوف فريق اش راح يسوي لامين يامال هو حاليا النجم الاول بالفريق. لا. هذي خطر. اوه هدف اول جمال موسيال لعدهم. يا الله واحد صفر. لي السيتي بالدقيقة الرابعة. حلوة الفيش. الفيش يوووو Aldeus يلا معلي الا فرانكي ديون ارضية هيتعتايا يا راو خوز. حلوة الفيس. يلا مرور. العب لامين. يامال الله. هدف التعادل. فريقنا قوي ما شاء الله بنفس اكون كم مركز تحس طاقات مايكون يحتاجون بعد تطوير. لامين. 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 والله وفي الحارس حلو نامين يا رأسية حلوة لكن الحارس مرثان لا شباب حلوة لا والله صدق لها لا يشتيقن والله غريب تقري يشتيقن هذا الثاني ليش ستي لا 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 والله اردق على الكرة ما جاء يقدر يا شباب مونز يالا قوي ثلاثة واحد خسرنا طبعا مباراتنا نهائي دوري الأبطال بالموسم الثالث خلاص اتوقع على الموسم الرابع يلا راح نقدر ناخد دوري الأبطال وممكن اكثر ما ندري لا يا لامين يا مال خراص انتهت المباراة يا شباب ممكن على الموسم الجاني بعدنا اللاعبين الصراحة ما متطورين بعدهم للأسف بالدوري اخذنا المركز الثاني بالموسم الثالث خسرنا كأس السوبر خسرانين الكوب دري بعد هداف الدوري عدنا فيني ومن فريقنا لامين عند عشرين هدف والله عدنا مشكلة يا شباب باللعبة هداف الأبطال والله بعد ما عدنا لامين عند عشر هداف اتوقع شتيقي راح استغني عننا لان عندي الحارس هذا ليه هو اللي ردي يكون حارس اساسي فخلاص حتى تكون فريقنا كل من الأكاديمية وبعد فرانكي ديونج راح نستغني عنه وعدنا لاعب بداله راح يكون هو خلاص رسميا تقريبا الفريق بالكامل الأكاديمية فهي تشكيلتنا حاليا راح نشوف الطاقات بنصف الموسم ان شاء الله طاقات حاليا تعتبر لا بأس بيها بس كم لاعب ها نشوفهم مؤثرين على التشكيلة 831 مليون ميزانيتنا للموسم الثالث وصلنا انتقالات نصف موسم وحنا حانيا 6 يناير 2027 تعالوا نشوف الترتيب حاليا وإحنا بالصدارة 38 نقطة هذا موسمنا الرابع يا شباب بس تعالوا نشوف تشكيلتنا وحرفيا التشكيلة والله لامين ماعطينا القيادة والله اوتوماتيكيا هو أخذ القيادة بوستوس 78 أريدك تدخل الثمانينات بس رعاقة لي حارس المرمى 81 ممتاز ما شاء الله طهقات جدا ممتازة أتمنى بعد ندخل كل اللاعبين يصيرون بالثمانينات عدنا كم لاعب بالسبعينات فباقي اللاعبين لا بأس بيهم الصراحة وهذا الـ LW 78 ممكن هذا يكون يعني احتياطي نصعده هنا بس تعالوا نشوف دوري أبطال أوروبا واتمنى من الصدرين مجموعتنا بالمركز الثاني أوكي يعني خلت 3 سنوات احنا نصدر هالمره مركز ثاني دور الـ 16 مباراة ما رح تكون ضد الـ BSG الله يستر والله ألفز يا شباب المهاجم 84 وخلي نشوف تطورها والله بعدها يتطور ما شاء الله ممكن والله خمسة بخمسة صاير ممتاز جدا نرفع والله لنهاء 98 والله ودي أرفع عنده التسارع تدرون شباب أوكي خلص المؤسر تعالوا نشوف الترتيب هذه مرة أخذنا دوري إسباني جيد ممتاز تعالوا نشوف كأس السوبر الإسباني ما فائزين به احنا خسرانين بنصف النهائي ضد مايوركا كأس الكوبة دلريب ما فائزين به دوري أبطال أوروبا تعالوا من دور الـ 16 فائزين على الـ BSG 4-3 مجموع المباراتين ربع النهائي فائزين 5-1 مجموع المباراتين على أرسنال نصف النهائي لا خسرانين نصف النهائي ضد بعد مانشستر سيتي 4-3 مانشستر سيتي يفوز علينا ويخرجنا من الأبطال مرتين عن التوالي مرة خذ علينا لقب ومرة بالنصف النهائي والفائز باللقب واحد من نابولي أو الـ 60 تعالوا نشوف تطور اللاعبين بما أنه خلصنا الموسم ألافيز وصل لـ 87 أتوقع هذا اللاعب يجيب ريت جداً عالي كان المتوقع عنده 99 فتوقع يجيب ريت جداً جداً عالي فاتي والله لا بأس يعني فاتي كسب مركزه الأساسي ووصل لـ 87 ممتاز هريرا وصل لـ 85 قلب الدفاع والله ممتاز جداً تدروني القيادة رح أعطيها يا شباب لأرى أخوه للأسف فاتي 23 هدف ما قدر يصير هداف ولا لا مين قدر يوصل للهدافين يا شباب بالموسم هذا بدوري أبطال أوروبا فاتي أخيراً جبنا هداف بدوري الأبطال وإنسوا فاتي يا شباب ممتاز نفو المدربين كلهم خبير وخمس نجوم ما شاء الله على ذول المدربين سواءنا مدربين خرافين لكن ودي أعين بعد مدربين أنا نقدر نعين اثنين السيتي بعد يفوز بدوري أبطال أوروبا دخلنا للموسم الخامس طبعاً هاي طاقات اللاعبين ببداية الموسم رح ننتقل لحد نهاية الموسم ويا رب اللاعبين يتطورون رح أغير خطة التدريب طبعاً للفريق كامل والميزانية حانياً عدنا 964 مليون جاي نسوي سكيب للموسم الخامس يا شباب نصف الموسم رح نتوقف ونشوف ش رح يصير طيب وصلنا النصف الموسم معناتها دخلنا سنة 2028 يا شباب وخلي نشوف الترتيب حانياً صفر هزيمة 42 نقطة احنا بصدارة الدوري الإسباني وبالنسبة الدوري أبطال أوروبا صدرنا مجموعتنا بمجموعة بها ليفربول وموناكو ومباراتنا رح تكون ضيط توتنهامي بدور الـ 16 خلي نشوف تطغير اللاعبين والفز وصل الطاقة التسعين فاتي تسعة وثمانين والله يا شباب انه المدربين هم الان يشتغلوا جاي يطوروهم والله والله جاي يشتغلوهم صحي المدربين شوف باقي اللاعبين كل تقريبا اطور هذا الحارس وصل 85 وفي عمرة 19 سنة والله انفجر هذا الحارس يا الله على الطاقات هذه الخرافية طاقات مجنونة الصراحة والله الطاقات رهيبة واسطورية وحل نهاية دوري الابطال وموسم halls لكن بعد ضد منشستر سيتي خلاص موعد الانتقام بس تعالوا نشوف ترتيبنا بالدوري الإسباني هل أخذنا بطولة الدوري؟ بالفعل أخذناها بتسعة وثمانين نقطة سجلنا مئة واربعة هدف طول الموسم انفجر الفريق كأس السوبر للأسف خارجين من نصف النهائي الكوب بدي الرئي للأسف خارجين من ربع النهائي دوري أبطال أوروبا من دور الستعاش لعبنا ضد توتنهام فزنا عليهم بعدين فزنا على باريس سان جرمان وبعدين على بارميونخ اربعة واحد واحد تسعين آلوبيز وصل فاتيو واحد تسعين يا لامين وصل خمس وتسعين يا شباب بعمر عشرين سنة والله انفجر هنا عندنا باقي الطاقات اللاعبين بوستوس هذا المحور عشرين سنة عربعة وثمانين وهذا تسعة وثمانين وواحد عشرين سنة وهذا الظاهير وحارس المربع ثمانية وثمانين وهذول اللاعبين الأكاديمية اللي صعدناهم وهاجد لاعبين طاقاتهم اتبشر بخير يعني خاصة عندنا هذا اللاعب هرناندز وعندنا الروخ وهذا بعد وريفيرا هذا بعد الـ LW يا شباب وهذا الـ ST كاستروب هذا الـ LW 82 فابين لوبيز وصل لـ 88 هداف دوري الأبطال لاعب لايفزي جريس بادوري عنده 12 للأسف فاتي عنده فقط 8 أفضل سالة العاب بعد مو من فريقنا أوه ثلاث لاعبين من فريقنا هم هدافين الدوري المهاجمين فاتي ولامين وأيضا يا شباب ألفز 34 إنسو فاتي أكثر لاعب فاجأني الصراحة هذولي أفضل سناع للعاب بالدوري لامين كان ثاني أفضل سالة العاب أو ثالث أوكي إذا نجي ونشوفه على طاقة عندنا لامين إسباني عندنا أروخو أريقواياني بيدري إسباني بالدي إسباني قابي إسباني ألفز بورتغالي وفاتي إسباني وهريرا إسباني طبعا همانا وعنا كثير يا شباب بالجنسيات وبالأكاديمية هذا ليه حارس المربى إنجليزي فيرمين لوبيز عندنا 25 سنة عمره إسباني طبعا هنا لاعب إيطالي جيد 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 هذا أرجنتيني والله يا شباب معني هذا برازيلي عندنا جنسيات حلوة ما شاء الله في هذه المغاربة 2 يا شباب 19 سنة بعشرين سنة لكن طاقات مو أفضل شي هذا المصري يا شباب بعد عندنا 73 طاقة وهذا الجزائري 72 طاقة أعلى قيمة لامين يا مال 244 مليون ألفز 224 ثاني لاعب هذا اللاعب إحنا صعدناه وإكتشفناه وباقية اللاعبين دولي من الأول موجودين وعدنا هريرا الدفاع 140 مليون فارمين لوبيز عنده 109 مليون وحارس المرمى 103 مليون وهي باقي قيمة اللاعبين ودي أدخل ألعب المباراة ضد مانشستر سيتي هاي تشكيلة مانشستر سيتي مثل ما شوفون يا شباب الصراحة يعني أكو كم لاعب ضيفين جديد وأختارهم أكيد من الجدد موسيال هلانت بعده موجود طيب منه راح ينزل بالتشكيلة يا مصطفى اعتمد على تشكيلة الأساسية يا شباب الروخ و94 طاقة ما شاء الله هذا طبعا يتطور هذا هذا 20 سنة هذا توقع يوصل ل94-95 يا شباب الله على الدخولية للملعب يلا يلا يا شباب يلا ممنوع يفوزون شباب خلاص يعني الستيتي فازوا علينا بالمرة الأولى هذه المرة ما يفوزون يا السلام حارس يا السلام على التدخل لا مين وحده الله بيذ الحارس يا لامين حلوى فاتي فاتي عمر يا السلام هو اللاعب اللي يتطور الصراحة أنا كنت ما ناوي أخليه نهائيا لكن من راحي عارة ورجع البرشلونة انفجر اللاعب شوت 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 يا فاتي شوت بوم هلونت لا يا حارس هذا في التعادل فاتي الثاني الثاني يا فاتي وينكم شباب الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا وسلام لا واحده واحده دخل المنطقة وسجل التعادل لا امين حلو لا امين الاعب شوت الله الفيز المهاجم والله قم بلعب الشباك 300 يا شباب جيد لا يجيقول لا يجيقول لا لا يا شباب والله مباراة نار انتهت المباراة روح الشرط اضافية روح فاتي فاتي هدف الفوز هدف الفوز يا فاتي هدف الفوز يا فاتي حارس لا 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 ماركينيوس خسرنا يا شباب والله بس والله الفريق رهيب فريق اسطوري لكن الكمبيوتر قوي والله الكمبيوتر قوي يا شباب خلاص اتوقع انتهت انتهت رسميا لكن والله برشلونة صار فريقهم نار يا شباب كل هذا صار ومجرد خمس سنوات بس من اللاماس يا شباب أشوف الطاقات ممكن إذا نستمر الحد خمس سنوات بعد تكون طاقات تسعة تسعينات الصراحة بعض اللاعبين لكن أتوقع أنه خلاص حرفياً طولت وأنا أسجل المقطع سبع ساعات يا شباب أتوقع بينينا فريق قوي فريق رهيب إحنا كان همنا أنه نكون فريق وكوننا فريق من اللاماس لايكات شراكات تنبيهات شكراً للمشاهدة السلام عليكم